بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطائبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته القسم الأخير من موضوع اللا طائفية طريقنا للخروج من الكواكع والخنادق الطائفية هذا القسم تحت عنوان الحركة الوهابية واللا طائفية بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله أعلمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطائفين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته اللامة الهبية اللامة الهبية طريقنا للخروج من القواكع الطائفية وهي تعني فتح بار الاجتهاد اللامة الهبية تعني التحرر من الطائف ومن يقف وراءها من الحكام والأنظمة السياسية والمؤسسات الدينية المهمة وشيوخ الطائف اللامة الهبية هي أن يقول كل واحد من المسلمين أنا مسلم لا سني ولا شيعي لا حنفي ولا حنبي ولا شافعي ولا مالكي ولا زيدي ولا إسماعيدي ولا إثنى عشري اللامة الهبية اللامة الهبية قرار شعبي فردي لا حكومة ولا بمرجعية دينية طائفية بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله اللامة الهبية والحركة الوحبية طريقنا للتحرك من القواكع الطائفية اللامة الهبية طريقنا للخروج من القواكع الطائفية طريقنا للخروج من القواكع الطائفية الحركة الوحبية واللا مذهبية دقائق وسنكون معكم إن شاء الله اللامة الهبية طريقنا للخروج من القواكع والخنادق الطائفية كانت الحركة الوحبية لدى نشوئها في القرن الثامن عشر الميلادي قد قامت بالدعوة إلى التحرر من المذاهب السنية الأربعة والعودة إلى السلف الأول لأنها كانت تنتقد المذاهب وتنتقد ما هو موجود من بعض المظاهر والسلوكيات والأفكار في هذه المذاهب ولكن إذا عدنا للوراء سوف نرى الشيخ عبد الحليم بن تيمية الذي هو أيضا من مشايخ الوهابية يعني من ملهميها القدماء كان ربما كان هذا واحدا ممن مارسوا اللامذهبية أو الاجتهاد الحر في بعض فتاويه ولو أنه قلد في كثير من المسائل واتبع المذهب الحنبلي بالذات وخاصة في مسألة واحدة ربما ما نقدر نقول ذلك هي مسألة الطلاق بالثلاث التي أخذ فيها برأي الشيعة وخالف فيها إجماع المذاهب الأربعة مما أدى إلى سجنه في دمشق ومنعه من الإفتاء في الأصور الأخيرة في القرن الماضي كتب أحد المتأثرين بالحركة الوهابية وهو المدرس في المسجد الحرام الشيخ البخاري هو كان من بخارة محمد سلطان المعصومي الخجندي كتب سنة 1940 رسالة تحت عنوان كتاب كراس يعني هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة كتب هذا الكتاب أو هذا الكراس في جواب لسؤال ورده من مسلمين يابانيين وقال فيها في هذه الرسالة أما اتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها فليس بواجب ولا مندوب وليس على المسلم أن يلتزم واحدا منها بعينه بل من التزم واحدا منها بعينه في كل مسائله فهو متعصب مخطأ مقلد تقليدا أعمى وهو ممن فرقوا دينهم فصاروا شيعة وعز الخجندي بأسف ظاهرة اتباع مذهب معين والتعصب له عز هذه الظاهرة إلى المقلدين والمتأخرين الذين ألزموا الناس تقليد واحد من الأئمة الأربعة ومذاهبهم المعروفة ثم حضروا الأخذ والعمل بقول غيره كأنهم جعلوه نبيا مرسلا مطاعة هذا إمام المذهب وقال إن التمذهب كان سببا في شق عصى المسلمين وتفرق جماعتهم وانتشار النفاق والشقاق والتبديع والتضليل والتكفير والاقتتال بين المسلمين فعلا هو هذا واقع يعني ووجه الخجندي نداء إلى عامة المسلمين بانتهاج اللامذهبية وترك التمذهب بمذهب معين قائلا يا أيها المسلم ارجع إلى دينك وهو العمل بظاهر القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة والأئمة الصالحون فإن فيه نجاتك وبه سعادتك فكن مسلما موحدا لا تعبد إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تخف إلا الله وصير نفسك أخا لكل مسلم فأحب لهم ما تحب لنفسك فإن كان الأمر هكذا فالحذر كل الحذر من التقليد الجامد لأنه لا شك أن من يقلد مذهبا واحدا بعينه في كل مسألة ربما يترك العمل بكثير من الأحاديث الصحاح ويخالفها ولا شك أنه ليس هذا إلا ضلال طبعا لو التفتنا إلى كلامه أيضا يقول وما أجمع عليه سلف الأمة والأئمة الصالحون هذا أيضا نوع من التقليد اللامثبية حتى تعني التحرر حتى من النظريات الكلامية وما يتعلق بالدراية والجرح والتعديل وكثير من المسائل ليس بالضرورة نأخذ من الألماء السابقين علينا أن ننظر نحن بأنفسنا إلى القرآن الكريم نأخذ عقيدتنا من القرآن وعباداتنا تفاصيلها من السنة النبوية وغير ذلك نرجع إلى العقل والألم في المسائل الحادثة في مقابل هذا التيار الوهابي طبعا هذا كان هذا الرأي اللامثبية يروج عن بعض المحدثين ومنهم الشيخ الألباني أيضا وكتبوا كتاب في هذا الموضوع في أواصل القرن الماضي الشيخ محمد سعيد البوطي رحمة الله عليه هذا كتب كتاب ضد هذه الفكرة كتب كتاب بقوة وهذا عنوان كان عنوان كتابه اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية في سنة أصدر هذا الكتاب سنة 1969 ردا على رسالة الخجندي المعصومي وقال إن اللامذهب الشيخ البوطي رحمة الله عليه قال إن اللامذهبية أكذوبة استشراقية ابتدعها المستشرق الألماني الحاقد شاخت ما أدري ليش يسميه حاقد إذا أكبر عن رأيه بفكرة معينة مش ضروري نتهم آخرين إذا اختلفنا معهم برمحة الدين وأعداء الإسلام الذي قال إن مضمون الإسلام بسيط موجز لحظة تعريف هذا المستشرك فعلا بديع يعني قال إن مضمون الإسلام بسيط موجز كان يفهمه العرابي في دقائق ثم ينطلق وهو يقول والله لن أزيد على ذلك فلماذا عقدنا المسائل إحنا أكثر هذا التعقيد بنظر المستشرق شاخت أنه جاي من اجتهادات المجتهدين المتأخرين فالشيخ البوطي يرفض هذا الكلام وبالتالي يرفض اللا طائفية أو اللامذهبية ويقول وهو نفس ما يقوله الخجندي من أن حقيقة الإيمان والإسلام حسب حديث جبرائيل المعروف وحديث بني الإسلام على خمس ليعرف شهادة الله إليه الله وإلى محمد أشفر الله والإبادات الأخرى وأن الإسلام ليس أكثر من كلمات وأحكام يسيرة يفهمها أي أعرابي أو مسلم وهي من السهل بحيث لا تحتاج إلى تقليد إمام أو التزام مشتهد هذا الخجندي كان يقول الشيخ البوطي يرفض هذا الكلام ولكن البوطي في الحقيقة كاد أن يقترب من اللامذهبية رغم أنه تخذ موقف عنيف وصارخ وعنون كتاب اللامذهبية أخطر بدعة على الشريعة الإسلامية كيف أقترب؟ عبر احترامه واعترافه بحرية الاجتهاد لمن يقدر عليه قال أي واحد قادر على الاجتهاد خليه يشتهي حر ما نقدر نغلق باب الاجتهاد فإذا فتح باب اللامذهبية بيد أنه الشيخ البوطي أنكر فتح باب الاجتهاد العامة من الناس ومن لا يملك وسيلة الاجتهاد والاستنباط والتبصر بالأدلة ومفهوماتها وما لا إلى المحافظة على المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وعدم تجاوزها بدعوة اتفاق المسلمين عليها وتمحيصها عبر الزمان طيب وماذا عن المذهب الجعفري؟ لم يقل شيئا وقد جرى بين البوطي وعدد من علماء الشام سجال طويل حول المذهبية واللا مذهبية ونشر محمد عيد أباسي كتابا في الرد على البوطي تحت عنوان المذهبية المتعصبة هي البدعة وقال البوطي في محاضرة له ردا على ذلك إن الذي يوضح لنا هديه صلى الله عليه وآله وسلم إن غم علينا شيء من ذلك إذا ما افتهمنا وأغلك علينا هم العلماء الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وصدقهم وتضحيتهم وعلمهم واجتهادهم علماء المذاهب يعني فلابد إذن أن يكون عامة الناس أتباعا لهؤلاء ولابد أن نكون بمذاهبهم متمذهبون أو متمذهبين لازم يصير إن تمزيق الناس إن تمزيق الناس عن المذاهب الأربعة مصيبة نتيجتها أن يسود الهواء ويدب الخلاف ويسفه الكل الكل من المسلمين ويصفق الغرب هكذا نظر الشيخ البوطي إلى مسألة اللامثابية وحرية الاجتهاد طبعا يمكن هنا شوية ناقصة للشيخ البوطي أنه عندما يكون حوار والناس يبحثون عن الحق إذا واحد إنسان يبحث عن الباطل وعن الهوى فمي يهم ملتزم ولا ما ملتزم بمذاهب معين إنما نتحدث عن الناس المؤمنين والصادقين والمخلصين الذين يبحثون عن الحق لا شك أن المذاهب كلها فيها أخطاء المذاهب الفقهية على المستوى الفقهية وعلى المستوى السياسي وعلى المستوات كثيرة فيها أخطاء لا يوجد لدينا مذهب واحد يمتلك الحق المطلق فإذن فلماذا نقتصر في اتباع مذهب واحد إنما علينا وعلى كل قادر بسهل ما نتكلم عن الجهار وأميين والناس الميفتهمون كل إنسان يشعر بالنفس أنه قادر على أن يقرأ ويميز ويفكر وينظر فيجتهد ويستمع الأدلة المختلفة وبعد ذلك يتبع مجموعة آراء تكون أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب أدنى الشيخ الخجندي والحركة الوهابية القديمة كانت ترفع لواء اللامذهبية ولكن في الحقيقة كانت دعوتها غير متطابقة مع الواقع يعني هي كانت ترفع الشعار اللامذهبية ولكنها كانت متمسكة بالمذهب الحنبلي والتيمي نظريات ابن تيمية وكانت مقلدة هي مقلدة وأنتجت اجتهادات متطرفة أكثر في المذهب الحنبلي والتيار أو الخط السلفي التيمي فهي لم تكن لا مذهبية وهنا يمكن بعض الناس من الأخوة الوهابيين يقولوا نحن مسلمون لماذا تسموننا وهابيون أساسا نحن مسلمون ولا نقبل هذه التسمية ونحن لا نعمل بمذاهب احنا ما رد نتهم أحد ونلصق التهمة به غصبا عننا وإنما نقول هذا المنهج إذا واحد اتبع منهج يعني أخباري وسلفي ومقدس للسلف ولا يميل يمنثا ولا يسرى ويقول أنا مسلم فقط فهو إذن مقلد نحن ندعوه إلى إعادة النظر في هذا التقليد وإلى التحرر من هذا التقليد يعني إلى الاجتهاد والانفتاح المذاهب الأخرى وأي ظاهرة أي تقليد أي مسألة مثلا عند المذاهب الأخرى يحاول يتقرب من عندها ويفكر فيها ويشوفها صحيحة أو لا يأخذ بها أو يتركها التعصب لمذاهب واحد عند الحنابلة وعند الوهابين في الحقيقة وخاصة ما يتعلق بالنظام السياسي والموقف الديمقراطية والموقف الشورى ومشاركة الأمة في السلطة هذه مساءل كثيرة كثير من المسلمين الآن مفتحين بعضهم على بعض مع عدد تيار الوهابي المتصلب والمتعصب لخط معين وأراء معينة في المذاهب ويقولون نحن مسلمون فقط لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مسلم فقط ولا تقولوا لي أنت لا أنا أقول أنا مثلا من مذهب معين ولا أنتوا تتهموني بمذهب معين يجب النظر للحقيقة والواقع وليس للكلام والإدعاءات الفارغة فقط على أي حال هذه كانت دعوة قديمة دعوة وهابية وأدنى علماء أو مشايخ وهابيين معاصرين وسلفيين أعلنوها صراحة قالوا يجب أن نقلد واللامذهبية خطأ لا نقترفه وخطأ كبير منهم الشيخ السلفي الشيخ الشنقيطي محمد ولد الحسن الددو هذا أيد موقف الشيخ البوطي السلبي من اللامذهبية وكرر نفس حججه في رفض اللامذهبية وقال أما دعوة اللامذهبية بين قوسين سماها أو دعوة التنكر للمذاهب فإنها دعوة محدثة ولم تكن في العصور السابقة فلم ينكر أو ينكر أحد من الذين عاصروا أتباع التابعين عندما قامت المذاهب وجود هذه المذاهب كما اعترفين فيها ولم ينكر ذلك أي أحد من علماء المسلمين وبالنسبة لما نسمعه اليوم من الثورة على المذاهب وإذا سأل أحد طلبة العلم أو أنصاف المتعلمين أو سئلة عن مذهبه قال أنا مذهبي الكتاب والسنة ولا أعترف بالمذاهب هذه بمثابة آراء الخوارج الشيخ الددو يقول الشيخ السلفي الوهابي يقول هذه الدعوة هذا الكلام بمثابة آراء الخوارج التي ظهرت في الزمان الأول وأن السلف في نظره هي سلف الصالح السابق كان متمذهب فإذن يجب علينا أن نتمذهب بمذهب معين وربما كان هذا التغير في الخطاب السلفي من تبني شعار اللامذهبية سابقا إلى الاعتراف بالمذاهب الأربعة المعروفة محاولة من أجل الذوبان في المذاهب الأربعة نحن أهل السنة نتمذهب بأي مذهب آخر وإزالة ما كان يحول بينها وبين أتباع المذاهب من أهل السنة بين الوهابية أو بين المذاهب السنة وعلى أي حال فإن التحجج بعدم قدرة العوام من الناس على استنباط الأحكام الفقهية لا يمنع من إمكان الكثير من المثقفين الإطلاع على الآراء المختلفة في المسائل العقدية والفكرية والسياسية وحتى الفقهية واختيار الأفضل والأصح منها وهو ما يصب في تغذية تيار اللامذهبية والعودة إلى الكتاب والسنة هذا التيار الذي يتنامى في أوساط الكثير من المثقفين في هذه الأيام والغريب تحجج الرافضين لمبدأ اللامذهبية كالشيخ الوهابي أدده بعمل السابقين في قرون الجمود والإنحطاط خلافاً لاستنكار الشيخ الخجندي الذي اعتبر التقليد الأعمى والتعصب المذهبي واتباع مذهب معين بدعة وجهلاً وباطلاً وضلالاً وخروجاً عن الدين وإضفاءاً للأصمة على الإمام المكلد ولا ندري الآن في الحقيقة عامة المشايخ أو عامة من ينتسب إلى التيار السلفي والتيار الوهابي ما هو موقفهم يجب أن نطلع على مواقفهم واحداً واحداً ونرى أنهم متحررين فعلاً وعدنا أخ صديق عزيز هنا أيضاً دائماً يقول أنا متحرر من الانتزام بأي مذهب ونطالبه فعلاً بالانفتاح ونحن لا نتهمه بالوهابية أو نتهمه بشيء إنما نقول على الإنسان أن يثبت ذلك عملياً أن ينفتح على آراء المذاهب المختلفة ويختار ما يناسبه وما يراه صحيحاً وصالحاً وهكذا نستطيع إن شاء الله سنة وشيعة ووهابية وزيدية وإباضية أن ننفتح على بعضنا ونؤلف تياراً واسعاً يتسع إن شاء الله في المستقبل أكثر فأكثر نحو اللامذهبية يعني التمسك والإسلام والسنة النبوية والقضايا الأخرى الاجتهادية التفصيلية يمكن ننظر فيها ونسامح فيها إذا اختلفنا فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان هذا الفصل الخامس من الباب السادس من كتاب لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي لأحمد الكاتب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة